هذا النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن محبة دين وأمر الله سبحانه وتعالى بمحبة عليه الصلاة والسلام لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوئة لمحبة الله نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبي وسبب هدايتنا لو أحسن إليك إنسان لم تنس له هذا الإحسان فما بالك أن كل خير يلحق الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام لما قام به عليه الصلاة والسلام من بذل غاية جهدي لتبلغ هذا الدين أوذي عوذي عليه الصلاة والسلام قال أوذيت في الله ولم يؤذى أحد لما أتى الله سبحانه وتعالى محاسن الأخلاق والأعمال وإنك لعلى خلق العظيم